وكأنه لا يكفي أوروبا ما تعانيه اقتصاديا وغذائيا من جراء العقوبات على روسيا وانشغال القارة في كيفية توفير امدادات غاز التدفئة قبيل بدء فصل الشتاء حتى ترى تطور مناخي لا يقل خطورة عما سبقه فالقارة العجوز تشهد أسوأ موجة جفاف منذ 500 عام وفق مركز البحوث المشتركة جي أر سي التابع للمفوضية الأوروبية كما أن 64% من أراضي الاتحاد الأوروبي تواجه تنبيهات أو تحذيرات من الجفاف وتبعاته فأثار تغير المناخ تبدو أكثر وضوحا من عام إلى آخر وما وقوع الحرائق بشكل كثيف قبل أشهر سوى مؤشر على ما تواجهه أوروبا فباحثون أوروبيون أشاروا إلى أن موجة الجفاف الحاد التي تضرب أنحاء في أوروبا تتفاقم بسرعة وباتت أكثر حدة عما قبل ولها تأثير سلبي على منسوب المياه والأنهار والبحيرات فانحصار الموارد المائية يؤثر على توليد الكهرباء في منشآت إنتاج الطاقة ويقلص المحاصيل الزراعية فالتقرير الشهري الأخير لمرصد الجفاف العالمي التابع للاتحاد الأوروبي صلت الضوء على مخاطر الجفاف الحالي للتربة من جراء موجات الحر المتعاقبة منذ شهر أيار مايو الماضي وحتى اليوم وعلى النقص المستمر في الأمطار ومحاصيل الحبوب ما قلل بشكل كبير من حصاد المحاصيل الصيفية مع تأثير الذرة وفول الصوية وعباد الشمس لكن الخطورة أن الجفاف الحادة تسعى نطاقا وازداد سوءا اعتبارا من مطلع هذا الشهر في أزاء كبيرة من إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، فرنسا، ألمانيا، هولندا، بلجيكا، إيرلندا، لوكسنبورغ، رومانيا والمجر إذن تبدو أوروبا أمام استحقاقات كبيرة وكثيرة داهمة خلال الشتاء المقبل استحقاقات من المؤكد أنها لم تشهدها منذ عشرات السنين فهل تنجح أوروبا بإبعاد الكأس المرى عن دولها وهي التي تعاني من تضخم مرتفع واستحقاقات اقتصادية ومالية وغذائية يستلزم إيجاد حلول لها الكثير من العمل والصبر ترجمة نانسي قنقر